بيقول ممكن تتكلم عن الزوجة والزوج اللي مسافر وبعده عمل لها مشاكل نفسية والله عندك حق كلام ده كل الناس عارفين بعد الزوجة عن الزوجة هو في الحقيقة بعد الأمان وكثير من الأزواج بيبقى عندهم شوية افتراضات كده إن الزوجة إيه اللي حاصل عشان هي مقدرة العلة والسبب اللي من أجله سافر الزوج وليكن مسافر عشان يوفر لهم مصادر يعيشوا بيها عيشة كريمة عيشة مريحة عيشة آمنة فهم تصوروا إن ده يشبع الزوجة لا الزوجة بتبقى ممزقة في بعض الأحيين ما بين احتياجاتها واحتياجات أسرتها وبعدين ما بين احتياجها الباطني إلى زوج هي تحس معها بالأمان فبيبقى ده بيبقى قاسي عليها ولذلك بيبقى مهم جدا 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 إن احنا نعرف بشكل واضح هو احنا نقدر نصبر على ده ولا لأ ولذلك أنا بقول للأزواج لو أي حد زوجته قالت له أنا مش هقدر استحمل بعدك عني ما تسافرش وجودك جنبها أهم من الفلوس اللي هتجيبها لأن الفلوس اللي هتجيبها في الغالب مش هتقدر تتعود هذه الفجوة اللي في نفسها ولذلك سيدنا عمر لما لقى المرأة بتبكي وبتشتكي وسمع صوتها وبيتفقد الناس راح سأل بنته الست ممكن تقدر تصبر قد إيه بعيدة عن زوجها قالت له ستشهر أنا عرف ناس بيجن في اللي شاد الزواجي الزوج قعد ثلاث سنين وأربع سنين ما ينزلش لضم كورونا في بعد كده في المشاغل في الأزمة الاقتصادية فتاحت منهم العلاقة بقوا جرائيا كل واحد فيهم عايش كأنه عازب وهي طبعا الأدوار اتلغبطت عندها فبقت تقوم بدور الراجل وتقوم بدور الست ودوته أنا آسف يعني إذا كان حضرة النبي تعالوا بس نتأمل تأمل بسيط كده إذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خوالكم إخوانكم يعني الناس اللي بيساعدوكم في البيت يعني معاونوا الخدمة دولة اللي بيساعدوكم في البيوت دولة إخوانكم فإذا كلفتموهم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون فإذا كلفتموهم فأعينوهم يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في معاون الخدمة اللي هو في الأخ خالص آه ليه علاقة به والشفقة والرحمة وكده إن أنا أعونه على اللي هو بيتحمله فما بالك بزوجتك لا كمان أنا كمان عايز أقول كمان فما بالك بزوجك أصلا هو كمان بيتعذب وتعبان في الغربة وعشان كده أنا بيقول لازم نقيس مسألة الاغتراب من قياس دقيق لأن الشكاوى اللي بتجينا من نتائج الاغتراب يعني شكاوى موجعة فيها شكاوى بتقول بشكل واضح إن هذه الأموال ملعونة لأنها عملت إيه أخذت حب زوجي من قلبي أنا الرب تنساه الأسوأ من كده بقى لما بيرجع الزوج بقى بيرجع الزوج عشان يسترد دوره كأب بس لما بيرجع عشان يسترد دوره كأب بكل الأسف أولاد كبره ومش نافع إن هو يبقى أب مش نافع ليه؟ لأنه دلوقتي يدوره إن هو يبقى مستشار فييجي يعمل شوية تصرفات الأولاد كلها مش قابلنا فأنا النصحتي أنا اتكلمتي زي ما صاحب السؤال وصاحبت السؤال بخبرتي الشديدة واللي أنا بشوفها كل يوم في مجالس وجلسات الإرشاد الزواجي لو سمحتهم بدقة إيسو تمن الغربة عايز تسافر أنا بقولك أفضل سافر سافر إنت وأسرتك لأن اللي أنت هتحاول تيجي تصلحه لما يحصل أزمة الاغتراب ممكن ياخد حاجات كتيرة وتحس إن عمرك راح وإنت للأسف فقدت حاجات كتيرة في حياتك دي نصحتي وبقولها بكل إخلاص وبقولها بكل وضوح وبقولها بكل تجربة شفتها حد يجي يقول لي طبعا نعمل إيه في الظرف الاقتصادي ومحتاجين فلوس أيوه وازن حاول إن أنت بقدر الإمكان تكون معاك شريكة حياتك يكون معاك أولادك عشان تقدر تقوم موما ينفعش إن أنت عشان تجيب الفلوس تفسد الأسرة لازم اللي اتنين يكونوا في حالة اتزان وربنا سبحانه وتعالى لو علم فيك خيرا لو وفقك ويسر لك الأمر كون جاد وصادق في ده وربنا سبحانه وتعالى هيسر الأمور كلها